اشتركوا في القناة 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 نتمنى انه يكون كبير من المسؤولية المجتمعية نعي بشكل جيد جدا وواضح طبيعة الرسالة الاعلامية اللي علينا القيام بها ندرك ايضا بشكل اساسي يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه قيم وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي وتأثير الاهلي في فلكه وفي مجتمعه وفي محيطه وفي جمهوره وبالتالي في مسؤولية في مسؤولية مجتمعية ومسؤولية اخلاقية قبل ما تكون مسؤولية مهنية بالاساس وبالتالي هذه الثوابط لا احياد عنها زي ما المهندس عادلي اشار احنا اتكلمنا قبل كده ما كل واحد يهتم بناديه خاصة الاعلام الفئوي وينشغل بامره ويدعم فرقه لكم فريقاكم وليه فريق يعني محدش يستدرك ده بقى انما فكرة ان احنا زي ما المهندس عادل اشار الوقت الاستدراج ما حدش هيحل مشاكله على حسابنا وما حدش هينجح انه ياخذنا في مكان لا نتمناه ولا يليق لا بالاهلي لا النادي ولا القناة ولا البرنامج فبالتالي خلينا مع بعض نقيم الدليل على مدى الالتزام ومدى الجدية في مراعاة الشأن العام والمسؤولية وانا ضد فكرة الجملة اللي شاية اليومين دول علشان هننظم كاس الأمم انا ضد المسؤولية المؤقتة دايما مش عشان هننظم كاس الأمم مطلوب ان احنا نبقى كويسين لا احنا عايزين نبقى كويسين على طول مش علشان عندنا حدث استثنائي فبالتالي مطلوب ان احنا ننضبط لغاية لما الحدث يمشي لا كاس الأمم هيقام لمدة شهر هيخلص في منتصف يوليو مش معنى كده ان النص التاني من يوليو نرجع منفلتين تاني لا احنا في الاصل زي جملة عصر المباراة منقولة لعشرين دولة اجنبية فلازم ان نطلع بشكل كويس هي امشان انا خلقك الشخصي وانا عايز افرج الناس ان انا كويس لا انا المفروض اكون كويس امانتك مع نفسك بالضبط انا المفروض اكون كويس على طول مش عشان الناس هتتفرج عليها في المباراة القمة الجملة لكل المعلقين بيعتدوها المباراة من اولى اللي مش عارف كم دولة كله بتفرج علينا فكله بتفرج علينا فايه احلى ادانك ايوه نطلق بقى كويس لا ومش عشان هننظم كاس الامم مطلوب لم الشامل ومطلوب المصالحات ومطلوب كل حاجة كويسة على طول مطلوب ان احنا نكون مجتمع رياضيا منضبط وسليم وبيراعي القانون وبيراعي الضوابط على طول مش عشان حدث معين صفارة حكم مع افتتاح كاس الامم هي اللي هتجمعنا وصفارة حكم مع نهاية كاس الامم هي اللي هتفرقنا لا خلينا نبقى نستعيد ان احنا نكون كويسين فبالتالي زي ما المهندس عادل طلب وطلباته وعوامر حنقيم الدليل هتلاقوا تشديد مننا وتشدد من ملك وكتابه اكتر في عدم الانشغال باي شيء الا النادي الاهلي وما يخص النادي الاهلي فقط ولكم فريقاكم وليا فريق كل نادي المفترض ينشغل بفرقته بنجومه ومشاء الله كل الاندية الشعبية في مصر عندها تجارب وعندها فرص عالية جدا تقدر تتطور لا والحقيقة وحنا من فترة وقلنا بنتمنى تأهل الزمالك مع الاهلي وقلنا قبل كده في ملك وكتابه تأهل الاتنين واستمرار الفريقين وان شاء الله تعالى فوز الفريقين بكأسية افريقيا هيبقى ده فرصة كويسة جدا للمنتخب في الفترة اللي جاية دعم معناه كبير تجهيز فن الأكبر عدد من اللعيبة وكله بيصب في صالح الجمهور المصري عمتا في صالح كرة القدم في مصر الأهل والزمالك وان شاء الله الإسماعيل يستعيد عفيته في الفترات اللي جاية والاتحاد السكندري والمصر وكل الاندية الشعبية هو أنا لازم أبني ساعدتي على تعصة الآخرين يعني لما تكون ربنا كريمني وأنا بكسي أبو ماشي في سكيتي وبحقق أهدافي ما سيبش غيري ليه يستمتع برضه بفريقه وإنه حقق أهداف خاصة أن احنا مش في طريق واحد بالزبط يعني السنالي بالذات ما فيش حجة لحد إنه يتحمل على الآخر أي أنا كنت في مكان ما بالأمس وبعدين قابلت شخصية يعني زملكوية لطيفة جدا والراجل كان في موقع إنه يقدر يسعيدني في المهمة اللي أنا رايحها فكان على قدر كبير من الترحيب الترحيب واللباقة والمساندة تمام أنا في الأول بيقول لي يا عم مبروك وكسبت قلت له أنا بإذن الله أحكلمك بكرة وأبرك لك قال لي من قلبك قلت له أنا مش محتاجي يكون من قلبي أو أو من وراء قلبي أنا 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 وصوت وأنا لو كسبت ومشيت في مشواري وخدت البطولة حقق هدفي إيه اللي يزعجني وليه ما نبسط لكش إن أنت تبقى موسوط صحيح فهو فوجئ إنه النهاردة إن أنا بكلمه عشان أقوله يعني مبروك ومفقين طيب إذن مالك عمل فرقة كويسة ما يسعد فرقته بيه لحد ما لألتقي أنا وهو حتى ما نلائنا أنا اللي فوز طبعا خلال بالضبط طيب اللي تحاسي كان داري هو مين مش سعيد بصحة اللي تحاسي كان داري طبعا كل الأندية الشعبية يا أستاذ إبراهيم الناس مستنية إن كرة القدم تمتحها وتسعدها إيه اللي يضرنا إحنا وإحنا فيه مصارات مختلفة اللي كل يبقى سعيد صحيح أنا عايز أعرف إيه الغل اللي موجود لدرجة إنه في ناس متسعد بهزمتك أكتر ما متسعد بنصرها لأن التحفيل اللي احنا قلنا عليه من حلقتين أصبحت الإفهات أهم من المعاني والقيم والسلوك الرياضي مش دا الرياضة الرياضة إنك أنت تبقى تعرف تنتصر بتواضع وتعرف تتقبل هذه مبدون انكسار تستفيد من دروس عشان كده خلينا برضو نساعد بعض في إنه القيم الرياضية اللي المهندس عادل أشار لها دلوقت ما إحنا لو مش هنأثر في جمهورنا يبقى رسالة البرنامج إلى حد كبير مهزوزة ولو مش هنقود الناس للمنطقة الإيجابية اللي المفترض يكونوا فيها يبقى برضو في تأثير أو قصور عندنا لكن لو هنمشي إحنا الأحداث هي اللي بتقودنا وإن فعلات الجماهير هي اللي بتودينا في الاتجاه اللي هي عايزاه رغبة في إن احنا نعمل صخب أو إن احنا نعمل نسب مشاهدة أو 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 يبدأ خلل في البرنامج المفترض أي حد مسؤول عن رسالة إعلامية هو المؤثر فيها بشكل أساسي يبقى نسبنا زمام القيادة وتحواني إلى رد فعل بالضبط يعني هو الفكرة أن في ناس ممكن تزعل من كلام ده دلوقتي تقول لك يعني أنتو ما سمعتوش فلاني فلاني أو مين اللي قال وهاجم وشتم طيب هو أنا لو عيشت إن الدنيا كلها هي فلاني فلاني ده وبقتباني خططي ونجحاتي على إن أنا رد عليه وسهلة جدا الأهل يمتلك كثير من الحقائق ترد على أي زيف صحيح وهو ده مسؤوليتنا إذا حد تقوّل وزيف تاريخنا أو شوّت لا هنرد على هذه الجزئية مش هنرد عليه هو هنرد على الواقع هنرد على الحقيقة هنرد على المعلومة لكن هو مش مش هننشغل إن إحنا نعمل خلاف بنا وبينه ومش هننشغل إن إحنا نسبت مين أقوى من التاني لأن ده يعني يبقى منتهى الظلم لنا وللبرنامج إنه يحاول يثبت قوته نحن مش مجال استعراض قوته نحن في مجال استعراض مصدقية أيوة ولذلك أنا كثيرا ما أتحدث إلى المنافس وجمهور المنافس ولذلك برضو الحمد لله الواحد يلقى صده هذا عند هؤلاء المنافسين عندما نلتقي بيهم ويقولون كتير من يقول لك يقول لك احنا مش عارف بس احنا بنحبكم بنحترمكم نحترمكم أهم من الحب فهو ده يبقى أنت إذن الناس مصدقاتك ده اللي يهمنا حكون زعلان جدا لو قلت حاجة مش حقيقية الناس مصدقتنيش أو قلت حاجة غلط هو ده اللي يتعسني مش إن واحد يتقاول علي براميل يعني مش حقول أسماء إنما أنا فوجئتي بيه الرجل كان يتعامل معايا باحترام ونتعامل مع بعض وكل ما كان يطلب مني حاجة كنت ألبي وأستجيب وبتاع لحد ما فوجئت إنه داخل في الموزايدة على حسابي إنه لا يقدر يتك على العدل قيع ويقول له وبعدين مسكين إيه أنت بتاخد كام وبتشتغل ببلاش أو لا بش طب كمان هو أنا أشتغل يعني بتركوش إن أنا منتخب متطوع ألا هو أنا أنا عايز أعرف هو أنا بشتغل وإنا لما حبي شغلي ولا أحترف حبي أنا أيوة إيه الغلط أنا احترفت حبي بالزبط احترفت هويتي بشغف ومش محتاج إن أنا أتكلم فيها يعني ولا أبعتبرها دي يعني لأنه اللي قاعد يقول له كده وبشتمني برضو بالكوين أيوة يعني هو هو شتمة بالكوين ها هو واخد تمن إنه اشتمني أيوة ومستكتر إن أنا تاخد إن أنا باخد تمن حبي الحاجة آه وبالمناسبة بقى آه هو أنا في النادي الأهلي تاريخي إيه هو أنا مش كنت سكرتير تنسل طاولة طبعا وكنت سكرتير كرة اليد كنت اليد وكنت مدير النادي مدير النادي ده احتراف واخد بالك وكنت مستشار للمجلس مع كابتن حسن عمدي في آخر مجلس له كل دي كانت فيلا مخاب لكن لو طلبت عليها أجرا ما كان خطأا لكن لما كنت شغلي بقى خلاص وان سيبت الدنيا وسبت أعمالي عشان أحترف هذا العمل في اللي بحبه واللي أنا حاسس بأننا ليه رسالة فيه أنا أؤدي عملي كصاحب رسالة مش أؤدي عمل إن أنا موظف أي أنا مش متدايق إن حد يقول هذا الكلام لأن الحمد لله إن هذا لا يجد مجال للهجوم غير البديهيات أي ده بيقبض حلو قوي إن أنا بقبض من الحاجة اللي بحبه لكن أنا لو بيعت الأهلي بقى وروحت أنا قبضت عشان أتقلب عليه أو أنا روحت في حتة الناس عارفة إن أنا أنا ما بيحبهاش لمجرد إن أنا أداعي إن أنا بحبها عشان أخد منها قرشين هو ده الغلط فكل إنسان يبص لنفسه وأنا مش تزعلان من حد لإني بعتقد يا بخت من بات مظلوم في الحتة دي مش عن ضعف بات إنه صاحب حق والله سبحانه وتعالى هو اللي حيجبه له شوف يا شماندس هي يعني العزاء الكبير والأساسي في الموضوع ده إيه إن الناس عنده قدرة على الفرز أي عشان كده يعني المتلقي بقى عنده من الخلفية عن الأشخاص وعن الأحداث ما يكفي فييجي يبعارف الكلام ده ما بيأسرش وما بيحوقش لأنه في النهاية فأمل زبده فيذهب جفاء واللي حبك حبك واللي بيكرهك مش هيحبك إنما لما تتعامل مع أصحاب العقول اللي بيسمعوا ويتعاملوا بالمنطق والمزرقية هم دول هم دول اللي بتهتهم يكفيك في النهاية رأي المحترمين وده النقطة المهمة جدا فنتمنى إن احنا خلال الفترة الجاية ربنا يعنى على الالتزام بهذا الخط اللي بنشدد عليه اه احنا ملتزمين جدا البرنامج والحمد لله رسالته واضحة للجميع مبنستدرجش لأي شي بنكبر دماغنا قوي عن حاجات كتيرة صغيرة مدركين كويس قوي إن في محاولات استدرج كبيرة وكتيرة وملحة علشان نروح في سكة تانية الناس تحل بيها مشاكلها على حساب النادي الاهلي أو البرنامج أو القناة فادراكم مننا لمسؤوليتنا وتأكدنا على التزامنا بكل قواعد المهنة السليمة اللي بنعيها بشكل جيد بنقول لكم نحن هنكون على هذا الخط الموضوعي واللي نأمل إن يكون على قدر من الاحترام لكل الجماهير لأن الرسالة بالأساس لكل الجماهير الرياضية صحيح أنها تخص النادي الاهلي وتخص جمهور النادي الاهلي بس نتمنى أن كل حد يتابعنا وكل حد يسمعنا هو اللي يقدر يحكم الكلام ده موضوعي وسليم ومحترم ولا لا فاتنا في البداية نحن على ذكر برضو الإعلام والصحافة نتوجه بكل التهاني للزملاء الأفاضل والأسادزة الكبار اللي انتخابتهم الجمعية العمومية للنقابة الصحافيين في دورة الاستكمال النصفي لمجلس النقابة تم انتخاب الكاتب الصحف الكبير الأستاذ ضياء رشوان نقيبا للصحافيين له كل التهناء بشواندس وهقول لك سانيا والأستاذ محمد شبانة والأستاذ محمد يحيا والميري التشكيل اللي تم انتخابه في جماعية عمومية تقريبا شهدت الحضور للقياسي هذه المرة الجمعة الماضية انتخاب الأستاذ ضياء رشوان نقيبا ولعضوية المجلس فوق السن الزملاء الأسادزة خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس وتحت السنة تحت 15 سنة ممارسة محمود كامل ومحمد يحيا يوسف وحمد الرمحي لهم كل التهناء وكل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله وكل لخدمة المهنة والقائمين عليها وخدمة الجمهور كله بإذن الله خدمة المهنة والقائمين عليها والمساعدة في تصويب المناخ صحيح هذا الأسبوع شفت حضراتكو كيف أن ثورة أخمدت الثورة الأولى بالثاء والتانية بالسين وما بينهما أداء رجولي ونضالي رائع جدا من لعبة النادي الأهلي أفضل إلى تأهل مستحق وبتصدر المجموعة ودخول دور التمانية لدوري أبطال أفريقيا اللي الأورع بتاعته هتقام إن شاء الله في مقر الاتحاد هنا في القاهرة يوم الأربع صباحا أو في أحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل الساعة 7 مساء الكابتن سيد عم حفيز هيكون ممثل للنادي الأهلي في هذه الأورع بشمهندس الأهلي عنده ثلاث احتمالات عشان حضراتكم تبقوا فاهمينها الأربع مجموعات في الأربع أوائل هتتعاملوا الأورع كل فريق من دول هيواجه أحد التواني دي لقطات من أورع البطولة الماضية وبالتالي فالفريق مش هيواجه تاني مجموعته الأهلي صعد معه سيمبة التنزاني بمفاجأة كبيرة ومدوية هنجيلها برضو فمش حيلعب مع سيمبة هتتعاملوا ثلاث أندية ممكن يلعبوا مع الأهلي سانداونز الجنوب الأفريقي حوريا كوناكري الغيني وشباب قوسانطينة الجزائري يا قوسانطينة الجزائري يا حوريا الغيني يا سانداونز الجنوب الأفريقي حطط لك البسكت قدامك اختار واحدة بقى ونزوط البسكت هارض لك للأهلي آه هي حاجة في رجال كرة السلة خسروا من الجزيرة تعادلوا في اللحظة الأخيرة إذا الجزيرة تعادل معلها في السنية الأخيرة آه معلها لعشان بقى فيه اكسر تايم ويفوز بفارق سنجل نقطة واحدة واحدة 80-80 في السواني الأخيرة أيضا 80-79 80-79 80-79 80-79 يعني ما احنا كنا هنا احنا كنا نتابع يعني آه بالزبط لكن هذا يعني أن النادي الآلي يقدم موسما مميزا في كرة السل أن تخسر في وقت إضافي بهذا الفارق الضيق جدا وكنت أقرب بكثير من الفوز هذا يعني أن البسكت الحمد لله آه يعني في دائرة المرشحين للبطولات آه لكن طالما أنك حطيت لي البسكت بتاع القرعة آه لأ إنت عايز آه دخل على البطولة بقى هااااا عايز سكسة بالبطولة فليكن ما يكن يعني لكن أنا اقولك مش عايز اروح مع السان داونز ليه آه مش وار السفر بس مش وار السفر مش عايز أنا مشاور الطويلة دي بقى لتيجهدنا قوي آه جنوب أفريقها مش وار صعب وغنيا مش قريبة برضه فليكن آه عموما هنشوف القرعة هوريا كونكري آه هنشوف القرعة هتسفر عن إيه لكنه كمان الأهلي بعد أن فرغ من المشوار الأفريقي بالتآهل بيستعد للمباراة المهمة جدا مع زمالك مباراة القمة لجب أن بقى لزمالك تآهله لدور التمانية في المفيدرالي هتا من بعيد وستطاع أن يحقق ما حققوا الأهلي الموسم الماضي في المستحيل أنه هو يبقى في المتعسر البداية بعدين يعمل نهاية ولا أجمل وستطاع أن يتآهل لكن اللافت للنظر حجم العرب الأفرقة المتآهلين فمنطقي جدا جدا فوسط كل الأندية العربية الإفريقية التي تآهلت أن كل الأهلي والزمالك بين المتآهلين يعني مسألة كانت تبقى بالعكس بقى لو غاب أحدهما عن التآهل إحنا ماشيين في دور الأبطال وزمالك ماشي في الكونفدرالية ربنا وفقنا ونسعد مصر بشقية يعني التمانية الكبار في دور الأبطال نصهم عرب أربعة عرب أنا أقول لك منطقي يعني لا حتى في الكونفدرالية وفي الكونفدرالية نفس الشيء فيه تمانية فيه تمان عرب تمانية عرب موجودية في البطلتين في البطلتين طبيعي أن يكون الأهلي أحد الأربعة وزمالك أحد الأربعة كل التفين إن شاء الله لكل الفرق المصرية كابتن سيد عبد حفيز هيحضر القرعة زي ما قلت لحضراتكم له تصريح كمان إنه الجهاز هيعمل المباراة ودية يجهز بقية اللعيبة لمباراة القمة خلال الأيام اللي جاية المباراة ما تحددش طرفها التاني مين أحد عندية القسم التاني في الغالب لكن كمان موعد المباراة لم يحدد بعد ده في إطار الاستعداد للقاء القمة يوم 30 مارس إن شاء الله وفي تأكيد من كابتن سيد بخصوص القرعة إنه كمدير كورة والجهاز الفني بيحترم كل المنافسين وبيرحب بأي ما تصفر عنه قرعة البطولة الأفريقية وبالتالي قال الأهل جاهز لمواجهة أي فريق وكل الأندية عنده لها كل التأدير والاحترام طالما إن الأهل هدفه الأساسي السعي للفوز بالبطولة مرت اللي صارت المدير الفني بيجهز البقية اللعيبة وبيجتمع مع الجهاز المساعد له علشان ياخد تأدير شامل عن كل اللعيبة وعلشان يتفق معهم على خطوط خطة العمل في الفترة اللي جاية الأهل سيحرم من ثلاث لعبين منضمين للمنتخب الأول صلاح محسن وعمر السلية ومحمد هاني اللعب الرابع هو التونسي عالم علول المنضم للمنتخب بينادي بجانب لعب المنتخب الأولمبي مصطفى شبير ووليد كريم ندفد ورمضان صبح ونصر ماهر ده لخلال الفترة اللي جاية من التدريبات لكن في مباراة القمة بيستعيد الأهل قوته الكاملة كمان بدعم صفوفه باللعيبة اللي هتكون جهزة وسواء من العائدين من الإصابة أو اللي مشاركوش في المباراة الأفريقية لعدم القيد أو لعدم الجاهزية الفنية بدعم صفوف الأهل في الفترة اللي جاية وليد سلمان وصالح جمعة وباسم علي وأحمد علاء وإسلام وحارب وشريف الكرامي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمر جمال وحمد فاتحي ومحمد شريف وشام محمد اللي خدوا تدريبات تأهلية تحت إشراف حسين عبدالداي المساعد مخططة الأحمال البدنية وبيطمئن مرت اللي صارتي عن حالة كل هؤلاء اللي عبين عشان يشوفها باشواندس مين هيقدر يستعيم به من دول للمرحلة اللي جاية وباسم الله ما شاء الله يعني أنت المباراة اللي فاتت بتلعب مباراة مهمة جدا قدام شبيب التسورة الجزائري عندك تشكيل قوي جدا في الملعب وعندك دكة قوية جدا ده فريق بطولة برا الدكة فيه على الكنبة كمان ما ستانية اللي على الكنبة أسمعته خد شوف الدكة عملت ايه قيمة عودة المصابين والدعم الذي حدث فيه الشتاء ها انه قدى الثقة الثقة للموجودين وقدى الحافظ والدافع فأصبح المستوى حتى الكامل اللي ما كنا شايفينه ها انطلق اعم يعني النهاردة ماهو ماهوهاني ماهو كان موجود اي بسم الله ما شاء الله ماهوهاني ماهو كان موجود بسم الله ما شاء الله ماهوهاني ماهو كان موجود بسم الله ما شاء الله انت اقول وانا اقول بسم الله اي يعني اقول لك ايه يعني كل دول كانوا موجودين لكن لما الفريق كله بشد بعضه وتحس بالثقة ان انت فوص دول مش الآن بقى مين خد انظر ومين عنده شد وعن يعمل المطشق جاي الفريق بشخصيته بيتكامل بشد بعضه لقدام بسم الله ما شاء الله ولا حاوله قدتها الا بالله عايز اقول لك عجب هو انا كان ايه اللي مخوفني قبل الثورة مستوى الاهلي خايف المفاجئات اللي احنا يعني انت عملت ماتش ولا اروع على فكرة فيتا ولا اروع من الماتشات الحلوة قوي اللي برا ارضك مكسبتهاش خسرت انت ما تعدلتش حتى خسرت بطريقة غريبة جدا لا تتكرر يعني كورة نزلة بالبراشنطة في الجوب من فوق يعني جنبت مش كورة كده كده كورة نزلة يعدس في هذا الامر انا يوم الماتش الصمحة استاذ ابراهيم والمطر والهوى قلت البطولة دي على كف عفريد يوم ربنا يريد يصف الجو مرة واحدة وتلعب في مناخ يسمح لك ان تؤدي في ملعب منهك ارضيته منهك فبعض ما برغم كده تؤدي هذا الاداء لا النادي الاهلي الحمد لله عنده قدرة وعنده كل مقامات انه يحقق اهدافه مباراة فيها كتير من التفاصيل الحقيقة مباراة شبيبة السورة فيها كتير من التفاصيل اللي هنقف عندها لانه فيها معاني وفيها اخبار وفيها كواليس كتير مهمة لكن الشيء الرائع جدا في اطار مسوليتي النادي الاهلي المجتمعية في الوقت اللي مصر الدولة بتحتفل وتحتفل بمؤتمر الشباب العربي الافريقي في اسوان وقت ما مصر بتستعيد قوتها في القارة الافريقية وبيرأس الرئيس عفتاح السيسي الاتحاد الافريقي في هذه الدورة تدفق الاهتمام المصري الافريقي في الجنوب يصاحبه تدفق اهتمام رياضي كبير من النادي الاهلي بالاشقاء الافريقية واحتضان رائع رائع لبطولة افريقيا للقرة الطائرة للأنسات في النادي الاهلي وبعدها تبقى بطولة افريقيا للرجالة بس تشوفوا حجم الحفاوة والاحتفاء والسعادة اللي لدى الفرق الافريقية المشاركة في هذه البطولة الاهلي من خلال هذه البطولة اللي بيستضيفها في صالة الامير عبدالله الفصل ده جانب من حفل الافتتاح شوفنا قد ايه الفرق الافريقية هنرجع تصريحات البعض منهم بس شوفوا هي ديها مسؤولية النادي الاهلي وشوفوا هذا التناغم وهذا التلاحم في المسئولية المصرية العامة تجاه افريقيا يعني الحقيقة المس ان الاشقاء العرب او الافارقة عندما يأتونا الى محفل رياضي ينظموا النادي الاهلي في مصر بيجوا بانبساط مفتحين انت قلت كلمة بسعادة بيقدوا وقت فيه سعادة بالضبط وهي دي فلسفة الرياضة عموما هي دي فلسفة الرياضة فاتبصت لهم متصدلهم هذا المشهد وهم خارجين بهذا الانطباع في النهاية اللي كسبوا اللي مكسبش كله خارج سعيد ومبسوط وهي دي برضو جزء من مسؤولية الاهلي الرياضية المجتمعية طبعا انه يكون على قدر المسؤولية ويخلي الناس تشعر بقيمة الاهلي ومصر حفل كبير حضروا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعلن في التاحة البطولة كما حضروا ايضا الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ووفود الفرق المشاركة في البطولة كان فيه بعض الاستعراضات لكنه شباب الاهلي ما شاء الله بقيادة الدينامو وليد مبروك متولي الحياة شباب في التنظيم رائعين جدا ايمين بالمسؤولية من خلف الصطاع اللي تخلي النادي الاهلي سعيد بانه فعلا بينجب كوادر ادارية مهمة جدا لمستقبله هم دول العمود الفقري لمستقبل الاهل الاداري يعني مش اعضاء مجلس دار النهاردة لما نيجي نقول السراج والجرح والضماطي وطرق اندير وطرق اندير واللي بينظام المطلاط وجهر ومهند طبعا كلهم اسبطوا جدار لكن لما يكون من خارج المجلس وما لهمش اي متطوعين اه وبحب وبإقبال وبتضحية وبنجاح وبتفاني وبدين وان بروح عالية كمال وبروح عالية هو دال بص والله هو دال بخليه تفرح بالاهلي صحيح تفرح بالاهلي لان هي دي رسالة الاهلي انه يخلي الشباب ده فرحان بالاهلي ومسؤول على الاهلي عنده قدر على الابداع وعنده قدر على الاهلي وهنه هو يمارس عمله بسعادة يعني احنا عيشنا الادوار دي عيشناها كلنا يعني فالحمد لله انها مازالت موجودة هذه الاجواء بطولة بتقدم كوادر زي كل بطولة الكدر الاهلاو المهم كان في هذا الحدث المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة تحت السن مجلس الادارة بيوكل اليه مسئولية رئاسة اللاجنة المنظمة شوفوا بقى لما يكون عضو مجلس الادارة تحت السن يرأس لاجنة منظمة لبطولة افريقية كبيرة فيها كل هذه الوفود المشاركة على فكرة كل بطولاتنا كده اه لما تلاحظ كل بطولة بتطمئل شبابنا اللي تحت السن شباب اللي تحت السن معاهم الضماطي اللي هو يكاد يكون تحت السن صحية يعني عدة ساعات اه ده رجلي هنا ورجلي هنا طيب هنشوف كلمة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي ورئيس اللاجنة المنظمة في حفل الافتتاح الدافئ جدا اللي رحب به الاهلي بالاشقاء الافارقة بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة خناب رئيس الاتحاد الدولي السيد المدير التنفيذي لاتحاد المصري السادة السفراء الفرق المشاركة في البطولة جمهور النادي الاهلي العظيم الحضور الكرام ديوف مصر والنادي الاهلي العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية يطيب لي بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أن أرحب بحضراتكم جميعا مجددا على أرض مصر إذ نتشارك ونتواصل ونتنافس في إطار من الروح الرياضية على ملاعب النادي الاهلي العظيم الذي يعتز بعلاقاته مع الأشقاء الأفارقة في إطار علاقة تاريخية ومتميزة تجمع مصر بالدول الإفريقية توجت مؤخرا بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 لتعمل مع أشقائها على بناء السلام والتنمية لكل شعوب الكار إن تنظيم النادي الاهلي لهذا الحدث الكبير يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدمسؤول الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونحن بدورنا وانطلاقا من مسؤولياتنا نتعاهد أمامكم جميعا بتنظيم بطولة تعكس حجم هذه الثقة وبشكل يليك باسم مصر العزيزة وقارة إفريقيا والنادي الأهلي العريق وأود أن أتوجه بالشكر والامتنان لللجنة العليا المنظمة للبطولة ورؤساء وأعضاء اللجان والشباب القائمين على التنظيم الذين يعملون بكل جهد لكي تخرج بالشكل الأمثل الذي يليك باسم النادي الأهلي والاتحاد الإفريقي وأخيرا نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونتمنى لكم تيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر ولكل الفرق المشاركة التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة فيها رسانة وموضوعية وبتعكس الإحساس بالمسؤولية تجاه اللعبة وتجاه الرياضة وتجاه مصر كلمة موفقة مقتضبة مش طويلة لكن عايز أقولك حاجة بقى وأنا سرحان وبتفرج على الصالة دي ما فيش منشأ رياضي في مصر تم استثماره بهذه الكفاءة وأتى أكله كما أتت هذه الصالة صالة الأمير عبد الله الفيصل صالة الأمير عبد الله الفيصل كنت تنشئت وكما تنشئت صالة الأمير عبد الله الفيصل صالة الأمير عبد الله الفيصل كما تنشئت لأنه إحنا أكتر دولة عندها مشاءة ده مشاءة رياضية بس لا تستخدم يعني زي ما يكون بنبني متاحف ما الذي يحول بين مصر واستقبال فرق العالم ونكون هاب أو مركز أنه يستقبل كل الناس اللي عايزة في الفترة الشتوية أو في فترات الصف وفترات الإعداد أنها تبقى المنطقة اللي بيسعى إليه لازم نفكر في هذا القام إزاي الفرق الكبرى تيجي تعسكر عندنا وتستمتع بمناخنا بمرافقنا بأسرنا بأجواءنا بثقافتنا بحبنا للضيف باحتضاننا له ودي لو إحنا شعب مضيف صحيح هننجح مصر دي من السياحة الرياضية بشكل غير مسبوق عندنا المنشآت يا أستاذ إبراهيم اللي هو أنت لما تيجي تكلف بتنظيم فجأة البطولة الأفريقية الأمم الأفريقية وتجد أن عندك بشوات روتوش كده هذا الكم الهائل من الأستاذات هي مفاجأ؟ لا مش مفاجأ وتستطيع أنك أنت تخرج بتجربة دي أنك تنظم كاس عالم عايزين إن إحنا كشعب بقى ناخد ثقافة إن تعالوا يا عالم كلكم استمتعوا معانا في مصر التسويق الرياضي طيب في البطولة أيضا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الأهل النهاردة فاز على SFA البوركيني 3-0 والمجمع البترولي الجزائري فاز على أسك ميموزة لإفواري 3-0 وفاب الكاميروني فاز على ريفينيو الرواندي أيضا 3-0 قرطاج التونسي فاز على DGSB الكنغولي 3-0 والسجون الكيني أحد الفرق القوية في البطولة فاز على جامعة نوكومبا الأوغندي 3-1 ديفيد كالندو مدير بعثة الفريق الكيني فريق السجون للأنسات منبهر بمستوى التنظيم في البطولة وبدرجة اهتمام الأهلي بالفرق الأفريقية قال في تصريح مهم الأهلي هو عملاق القرى الأفريقية نجاحه في تنظيم البطولة الأفريقية للعام الثاني على التوالي هو أمر طبيعي خاصة أنه الأعرق على مستوى القرى السمراء وقال أيضا المسؤول الكيني أنه فريقه بيتطلع بقوة لتحقيق البطولة ويدرك أنه فيه منافسة قوية له مع الناد الآلي قال أنه في الموسم الماضي وصلنا للدور قبل النهائي وخرجنا أمام قرطاج في نصف النهائي لكن هذه المرة بيقول مدير الفريق الكيني أنه جاي للمنافسة بقوة على البطولة كينيا مشهورة بحاجتين طبعا المستوى العالمي المسافات الطويلة هم هم أبطال العالم بقالهم مدى محتكرين هذا الكلام وسبب هايل جدا وغريب جدا أنه عندهم قرية لمعظم الأبطال منها على قمة جبل ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش وسيلة انتقال غير أنه بينزلوا جاري ويطلعوا جاري ده البداية كانت كده وأنا أظن أنهم محافظين على هذا الكلام فالمناخ والأكسجين فوق مختلف عنه المهم في ألعاب القو في الجاري مسافات طويلة ولكن اللعبة الشعبية الأولى عندهم طايرة الكرة الطايرة وخصوصا في مجال السيدات طول عمرهم هم المنافس الأول على البطولات مع مصر يعني الحقيقة وفرقة السجون وفرقتين عندهم فرقتين الأنابيب والسجون الأنابيب والسجون طيب مدرب أو مدير الفريق الكيني عنده هذا الإصرار في أنه ينافس على البطولة التصريح المهم من مدرب أسك المدير الفني لأسك مموزل إفواري الرجل قال بمنتهى الوضوح يا جماعة أنا أهلاوي وأنا أهلاوي في كرة القدم وأنا سعيد جدا أن أنا موجود في مصر وسعيد أكتر أن أنا أكون موجود في النادي الأهلي أوجنتونا أكنتايو ده المدير الفني لأسك أعبر عن ساعته بالتواجد في القاهرة قال فريقي هذا العام يطمح في تحقيق مركز متقدم في المنافسة لكن قال أن أنا مشكلت في حاجتين نقص الخبرة عند لعبات الفريق لعبات أسك واختلاف الظروف المناخية اللي شايف أنها دلوقتي فرق المناخ هنا عن هناك عن كود ديفورم مش في صالح لعبات الفريق لعبات أسك لكنه بيتوقع وبيتمنى فوز الأهل بالبطولة دي بقى الحاجة الملاحظة جدا قال أتمنى أن يتوجي الأهل بالبطولة الأفريقية هذا العام أعتقد أنه قريب لذلك الأمر خاصة أنه الأهل عنده هذا الإسعداد وقال أن الأهل بالنسبة لي على المستوى الشخصي هو الفريق الأفضل بالنسبة لي وأنا بتابعه باهتمام ليس فقط في كرة الطيرة ولكن في كرة القدم وقال أن الأهل يمتلك شعبية طغية في القرى الأفريقية وبشكل عام وفكود ديفور على وجه الخصوص ده مدرب جايب يقول لك أنت الأحق وأنت الأفضل مشاعر الأفرقية في معظمة في مجملها يعني كل الناس كانت تتحدث عن شعبية كرة القدم والأهل والزمالك في الخليج والإسماعيلي في الخليج ما حد الشغل دماغه أنه يشوف شعبية هذه الفرع المصرية في أفريقيا عاملة إزاي اللي هي في اتجاه الأهلي بشكل واضح كبير واللي هي الحقيقة لفتت نظر كاتب صحفي مهم وواحد من المفكرين الأستاذ صلاح سالم واحد من كبار المثقفين وواحد من المفكرين صلاح سالم تقدر تقول أنه رجل على طريق زكي نجيب محمود في الكتابة الفلسفية بيمتعنا بيمتعنا الحقيقة كل تلات في مقالة مهمة جدا له في صفحة الفكر في الأهرام وبيمتعنا في صفحة أو في صفحات مجلة الأهل الشهرية بمقالة شهرية دايما وأبدا بيبقى فيها رؤية مختلفة كتب صلاح سالم هذا الأسبوع في العدد الشهري الأهل عظيم الشرق الكراوي وباصص للأهل من زاوية تانية خالص فبيتكلم على أنه إزاي الفرنس فوتبول حطت الأهل في المرتبة الحادي والعشرين بين أعظم تلاتين نادي على مستوى الكرة الأرضية تلاتين نادي على ظهر البسيطة بيلعبوا كرة قدم أفضلهم من وجهة نظر الفرنس فوتبول وفقا لمعايير وإحصايات هي رزدها الأهل جه في الترتيب الحداشر فقال الواحد وعشرين الواحد وعشرين فقال الأستاذ صراح سالم بعد ما استعرض ظروف كتير من المؤسسات المصرية فيما بقي الأهل وحده في حال تصاعد وارتقاء مجسدا شخصية مصر في أرفع درجات حضورها بإتقان لا يبارى حتى بدأ وكأنه العنوان الباقي لها من حقبة شموخها الذي كان لها إذ يرتسم على وجهه المنتصر معالم حضورها الطاغي حينما كانت قائدة لحركات تحرر الشعوب والأمم لقد استمر الأهل وحده يتفوق على نفسه فيزداد تألقا في مراكمة الانتصارات وكسب البطولات وحضورا على منصات التتويج القرية مشاركا في الأعراس العالمية حتى صار فريق الكرة به سيدا للقارة في القرن العشرين بل صار الفريق الأكثر تتويجا في العالم قبل سنوات قلائل بعشرين بطولة قرية قبل أن يتوج أخيرا في المرتبة الحادية والعشرين بين أعظم الأندية العالمية بمعيار الجدارة التاريخية الشاملة وهو موقع لا يدانيه فيه أي فريق مصري أو عربي آخر فقط لأنه الأهلي عظيم الشرق الحضاري يعني هو خد طبعا من منظور القيمة التاريخية للنادي الأهلي ونادي الأهلي عشان ناخده بناخده من في هذا السياق وده اللي أنا بقوله يعني الناس ما فهمتش يعني إيه الأهلي ونادي الدولة أنه الذي يحقق هذه البطولات هذه النجاحات ها الذي يشرف مصر الذي يضعها في هذا المصر الذي يردد اسمها من خلال الرياضة من خلال الرياضة من خلال الرياضة تاني عشان ما حد يأخذ الكلام ويحرفه أن اللي يعمل كده له بيتسخ مع أحداث الدول مش عايز منه يبقى جزء منه بيعني قيمة وطن فالنادي الأهلي يؤدي هذا الدور بهذه المسؤولية بهذه المسؤولية وهذه الجدارة ويحصل على هذه المكانة بهذه الجدارة فيعني طبعا مقالة مهمة جدا كويسا أنك استبطى الأهل العظيم الشرق الحضاري في كرة القدم شفته هذه المراكمة في الانتصارات على رأي صلاح سالم لكن كمان في كل الألعاب الحقيقة شفنا الكرة الطائرة شغالة إزاي سيدات الكرة السلة جاهزات أيضا للمباراة المهمة اللي حتكون في نهائي كاس مصر يوم السابت مع سبورتينج والكابتن يهاب الألف المدير الفني للفريق منح لعبة الفريق قرانة على نجمة الفريق راحة سلبية من التدريبات الحين تعافيها المباراة تكون في صالة الساد أو 6 أكتوبر يوم السابت إن شاء الله في كرة الماء الأهل بيستعد لمواجهة الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله في ملعب الجزيرة في أولى مواجهات الفريقين في نصف نهائي بطولة الدور العام في فرق السباحة الأهل خلية نحل من أجل كاس مصر وكل فرق السباحة بتواصل الاستعداد لبطولة الكاس منافسات المرحلة العمرية من 17 سنة إلى مرحلة العموم في نادي سموحة في اسكندرية بقية المنافسات العمرية هتقام في حمامات السباحة في استاد القاهرة دي خلية النحل الرياضية علشان الأهل يواصل بها دوره الكبير في خدمة الرياضة المصرية في كل الألعاب لكن تبقى هذه الثورة المهمة التي أخمدت فرقة السورة المهمة أيضا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد قصة الثورة أخمدت الثورة قلتلكم بين الثاء في الأولى والسين في الثانية مباراة ممتعة جدا ربما قلل منها شوية ملعب برج العرب وأرضيته اللي نتمنى أن يتم تداركها وإصلاحها سريعا لأنه بصراحة أرضية ملعب ما كانتش تليق أبدا بهذا الاستداد المهم جدا وأحد أهم استداد الكرة في مصر لكن في هذه المباراة يمكن التوقف طبعا يعني بيتلقى ضغط مباراة كتيرة جدا يعني حتى هذه المشكلة امتى هتعملوا الصيانة مباراة فيها معلق ومدرب ولقطة مهمة جدا وتفاصيل كتيرة المعلق كان على القناة الناقلة للبطولة الصديق العزيز علي محمد علي الحقيقة أتحفنة بالتعليق رائع جدا وكسب المزيد من سقة الجماهير المهلوية بالتحديد رغم أنه هو دمالكاوي بس هو رغم الموضوعي رغم أنه علي محمد علي زمالكاوي زمالكاوي لعب كرة في نادي الزمالك لكنه وجه رسالة شديدة الوضوح ويمكن بعض المواقع كتبت شفت مقالة في أحد المواقع أنه علي محمد علي على ضرب الكبار وأنه ده الخط بتاع ميمي الشربيني ومحمد لطيف وحمد أمامه ومحمود بك رحمة الله على الجميع وربنا يدي كابتن ميمي الشربيني الصحة والعافي لكن أنه يبقى عندنا معلق له هذه القيمة وهذه المكانة في قناة عربية ناقلة ويكون عنده هذا التأدير من جمهور الفريق المنافس وما أدركه بين الأهل والزمالك يحظى بثقة جماهير الأهل على هذا القدر فالمؤكد أنه نحن قدام حد محترم قوي جدير جداً بكل كلمة بتتقال في حقه على السوشيال ميديا وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي علي محمد علي لخص مهمة المعلق ومسؤوليته وابش مهندس ولعله كان بيرسم الطريق للجميع المعلق مسؤوليته أن يقول الحقيقة المعلق مش من حقه يجذب ولا يزيه في التاريخ كان واضح جداً فيه ما هي دي مسؤولية هو أنت فرحتك أنك أنت الناس يسقفلك وبعدين تطلع كلامك مش مظبوط مش هو ده وهو الحقيقة شوف في أي حاجة وإنت بتشتغل لو حطيت في ذهنك مين اللي حيسقفلك مين اللي حيوعجب بيك مش هتبقى حقيقي أيوة مش هتبقى يعني راجل أصلي أو أصلي طبيعي لا يعني مش هتبقى أنت هيبقى فيك حتة مفتعلة بتسعى من خلال أنك تكسب رضاء قطاع من الناس لكن أنت لما تقول بمصدقية وموضوعية وشفافية والتزام وعدم الجور على الحقائق الناس شوية بشوية هتحترمت جدا وتحطك في المكانة اللي مش محتاج للإفهات بقى عشان ايه توصل لقلوب الناس أنت ممكن توصل لقلوب الناس بإفهات وممكن توصل لقلوب الناس برصانة واحترام وأنك بتقدم الحقيقة والحقيقة المجردة وده اللي بينجح أكتر وبيعيش أكتر علي محمد علي حد مؤهل علميا عشان كده لما ياخد هذا الخط اللي بيعلي أسهمه بين المعلقين ويخلوه فعلا واحد من المجددين المطورين في رسالة التعليق الرياضي ويقول له هذه المكانة في قناعة عربية كبيرة نقلة لهذا الحدث الكبير ده مش من فراغ هو الراجل علي بالمناسبة كان قبل منه بدفع كمان في كلية الإعلام خريج إعلام آه خريج إعلام في دفع دفعته محمد نصر الدين ودفعته إبراهيم عيسى مجموعة كبيرة نجحت في المجال فهو حد مدرك جدا للرسالة بتاعته ما بيتكلمش من فراغ عشان كده فكرة الفصل لما بين أنا عجبني قوي أن أكتشف أن كلية الإعلام إحدى الكليات القليلة أو إحدى الكليات القليلة اللي بيروحها أصحاب المواهب في هذا المجال يعني مش مجميع مش كلية مجميع فقط شوف الدفع ديت اللي فيها إبراهيم عيسى وكان علي محمد علي ومحمد نصر ومجموعة قبل منهم كمان ستة وتمانين تقريباً الدفع اللي بتحكم الإعلام والصحافة في مصر يعني هو ده عمر أديب ياسر رزق عماد حسين حمدي رزق كلهم إيبقى دول كلهم مواهب يعني مش راحوا بحكم المجموع صحيح ولذلك عندما يتحصنوا تتحصن الموهبة والشغف بالعلم يكون المنتج نجاح صحيح فهو يدرك كويس قوي أنه التعليق الرياضي رسالة ورسالة شديدة الخصوصية كمان لأنه هو بيقدم رسالة بصوته مع صورة الناس شايفاها فالناس مش هتكذب عينيها إزاي يقدر يجمع الأذن مع العين في توافق واحد إزاي يقدر ما يخليكش تكذب الصورة اللي أنت شايفها وإزاي يديلك خدمة مضافة على البعد البصر اللي أنت شايفه كمان عنده مسؤولية تانية بيرعيها كويس قوي أنا ملاحظه أنه عارف طبيعة المتلق بتاعه أنت بتتكلم على جمهور الأهلي جمهورك اللي بيتفرج عليك في مباراة الأهلي والثورة جمهور في الغالب أهلاوي فمش من مصلحتك أنت خاصة ينقل لنقطة تانية مش بس طبيعة الرسالة طبيعة الوسيلة أنت في قناة تجارية في قناة تجارية مهمتها إرضاء الزبون اللي دافع فلوس عشان يتفرج عليك فانت مش هدفع فلوس واشترك في هذه القناة واستفز الجمهور دا عشان تتحمل تتحمل عليها واتديقني مش هدفع فلوس عشان تديقني ومش هروح أقعد على القهوة أدفع فلوس عشان تفرج على المطر عشان تنرفزني فهنا هو مدرك لطبيعة الوسيلة وطبيعة الرسالة مش حد تجاري بس لا حد مسؤول فأتمنى كلام علي محمد علي يجد أزانا صغيا من كل واحد عايز ينجح في هذا المجال بنحييه عليه لكن كلام المعلق يقودنا إلى الكلام عن الفريق لأنه الأهلي قدم في هذه المباراة مرتقة إلى درجة إعجاب وإشادة وتقدير المعلق بل كل المعلقين والنقاد الرياضيين هنشوف في هذا التقرير الصوتي جولة بين منشطات الصحف والمواقع وكيف رأت وسائل الإعلام المختلفة فوز الأهلي بالثلاثة وهذا التأهل المستحق غرّد الأهلي فغرّدت الصحف والمواقع واقع ولا أروع فرضه الأهلي على الجميع بفوزه الكاسح على شبيبة ثورة الجزائري فتناغمت معه الصحف والمواقع وتغنت عبر عنوين مبهجة بالبطل المذوار الذي لا يشق له غبار ضربة البداية كانت عند الأخبار المسائي وكتبت الأهلي يصطع في سماء إفريقيا اكتسح الصورة بثلاثية وتأهل لربع نهائي دور الأبطال على نفس الوتر الحالم تعزف الأهرام المسائي الأهلي تاجر السعادة اكتسح الصورة بثلاثة وتأهل لربع نهائي دور الأبطال لا سارتي يسحى قزاوي ومعلول مبدع والجماهير امتياز وعندما يأتي المساء تكتب الأهلي غول بمروان معلول صحق شبيبة السورة بثلاثية نظيفة وتأهل لربع نهائي تتبعها صحيفة الأخبار متغنية بما قدمه الأهلي من إبهار الأهلي يتصدر مجموعته ويتأهل للثماني الإفريقي فزعل السورة بثلاثية ومعلول نجم المباراة واسمبا يرافق بطل مصر تتناغم الأهرام مع الأداء والنتيجة فتكتب الأهلي ينهي مغامرة سورة الجزائري بثلاثية مع الرأفة ناذي القرن يقدم أفضل عروضه الإفريقية يتأهل لدور ثمانية معلول نجم فوق العادة جاء الموعد مع المواقع المصرية ليكتب موقع يلا كورة الأهلي يقيم حفلة آهل على حساب السورة ويطيح به خارج الأبطال يعزف موقع في الجول مجددا مزيك الأهلي تعزف المارد الأحمر يضرب السورة بثلاثية يتأهل متصدرا في إفريقيا ومع بزوغ فجر الانتصار يكتب موقع الفجر الأهلي يضرب شبيبة السورة بثلاثية ويحكز بطاقة العبور لربع نهائي أبطال إفريقيا فيما كتب موقع المصر اليوم الأهلي يفوز على شبيبة السورة بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع نهائي دور أبطال إفريقيا يتبعه موقع اليوم السابع الأهلي يسقط الشبيبة بثلاثية يتأهل لدور ثمانية بدور أبطال إفريقيا على ناحية المقابلة لمظاهر فرحة الانتصار الأحمر ترصد المواقع الجزائرية الحدث بكلمات تقطر حزنا على إقصاء فريقيا أمام المارد الأحمر فكتب موقع الهداف الجزائري الأهل ثلاثة شبيبة السورة صفر إقصاء السورة فيما اكتفى موقع الخبر بكلمات قصيرة إقصاء شبيبة السورة على نفس النهاج كتب موقع الشباك السورة تودع دور أبطال إفريقيا أمانهار الجزائرية فجاء عنوانها ملخصا لحالة المرارة التي تجرعها المنافس على أقدام لاعب الأهل فكتبت ضاع الحلم رسميا شبيبة السورة تودع دور الأبطال بمرارة كبيرة المرارة كؤوس يتجرعها من ينازل المارد الأحمر أما كؤوس الشهد فمن نصيب جماهيره العاشقة يعني مؤكد أن المباراة دي جاءت بكل الأمنيات الطيبة التي يتمنى أن نادي الأهل أولا منحته الصدارة فوز يمنحك الصدارة ولا بديل ما كانتش فيه أي نتيجة تانية حتؤهلك غير الفوز سنيا فوز بجدارة فلتصم الصدارة تأتي بجدارة يبقى شيء يبقى دي العبارة أحسن كلام وهي دي العبارة سليسا صلحت جماهير الأهلي واكتسب الجهد الفني واللاعبون ثقة جماهيره وثقة كل المتابعين ما فيش حد طلع حلل ما شافش الأهلي فريق تقيل وإنه فريق أصبح مرشح بقوة لاستعادة اللق وأنا تفرق مسع أستاذ سيب زاهر ولا جاب بقى المرة دي وش كده يعني ما قدرش يعني حتى إنه هو يتمالك إنه يقول غير إشادة بكل ما رآه رائعا في هذه المباراة لدرجة إنه قال يعني ما معناه إن أنا لو اخترت نجم الفريق حزن بقية الفريق ثانيا الصفقات التقيلة اللي عادت بقى إيه كمان الناس تضغط عليها تضغط عليها ويشككوا فيها رمضان صبحي أحد نجوم هذه المباراة وينزل حسين الشحات يجيبون ويقدم طب له رائع المرضود اللي انت مستنيه منه متوقعه أسكور هتتنسي مش هتتنسي انت دي إمكانيات لعيبة أنا النهاردة بره مستوى ده موضوع أنا لسه من سجمتش ده موضوع أنا مش محطوط في المكان اللي نجحني ده موضوع فالحقيقة المباراة دي كلها مكاسب ومكاسب تعدد 8 من 10 طبعا فيه ناس راقة لها انها تقول رغم من فاز الفوز والتأهل والأهلي أو المجموعته إلا انه هل هو المرشح الأقوى في البطولة وعملين مقارنة هنا أستاذ إبراهيم ها هنجلة لكنه انت أشرت الحاجة في المباراة حتى لا سارتي يعني الناس عمالة تكلم على جرائته والنتيجة بتحكم انت لو تشوف ماتش فيتاكلاب يكاد يكون هو الأروع اللي انت لعبته السنة دي اللي خسرته فهو شخصية الأهلي وشخصية الجهاز الفني كانت باينة من أول فيتاكلاب طيب جمهور الأهلي في هذه المباراة الحقيقة سمح بحضور 15 ألف فقط لكن تأثير 15 ألف في دعم الفريق وتحفيز اللعيبة كان رائع جدا وإحنا بنشكرهم على ما قدموه على ما سندوا به لازم نلوم القلة القليلة اللي خرجت على النص في بعض الهتفات هو هيت تبلوك بالضبط وبتدي فرصة للناس تسيب كل حاجة وتمسك في اللقاء أولاً أي حاجة خروج عن السلوك الرياضي مرفوضة في حق الجميع وبعدين كسبت إيه؟ أندي أفراد وهيئات وجميع إيه اللي انت كسبته غير أن انت تظهر في مظهر أخلاقياً ما يصحيش يكون بأي شكل من الأشكال لكن كمان مع هذه الفئة القليلة اللي خرجت على النص يكون الاتهام لأنه إن النادي الأهلي هو اللي دفع هذه الجماهير وهو اللي دعاها دا كلام غير طبيعي اللقطة دي هتها شوارب هنبدأها من الأول بمجرد ما حدث الهتاف استأذنك بس نبدأ من الأول بمجرد ما حدث الهتاف هتشوف هذه أعضاء مجلس الإدارة لما كله ادايق والكابتن الخطيب دي إيده المرفوعة لا يا جماعة لا يا جماعة دي لقطة للحرص على إظهار الحقيقة في مسؤولية الناس المسؤولة لا بمجرد لو فتحنا الصوت ومش هنفتحه طبعا بمجرد ما سمعت بعض الألفاظ الخارجة من هذه القلة من الجماهير هب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بالرفض وحث الجماهير لا ما ينفعش ولو جبت يا شوارب اللقطة الأولى هتلاقي أول ما حدث اللقطة الكادر اللي قبل كده كمان هتلاقي كله قام لا كله لا 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 بص كله بيقول له لا لو سمعته اهو لا ما ينفعش وحتلاقه اللقطة اللي بعدها على طول الكابت الخطيب نفسه بإيده جنبه هول مهندس هشام خطب لا أهو ما ينفعش دي إيد الكابت الخطيب اللي مرفوع ما ينفعش واستجابة الجماهير إذن إحنا بنقول دي ليه سلوك الجماهير في المدرجات في القدم وفي الحالي محدش بيقدر يسيطر عليه ما أعتقدش أبدا ممكن نصلح بس تقدر تعمل أصلح حاجة غيرها كده محدش يقدر يتنبأ اللي ممكن يحصل ببداية لكن ممكن نسيطر عليها لما يكون فيه ثقة بين الجمهور وقياداته وحرص من قياداته على إيقاف هذا الأمر بالضبط فهي ما كانش حد متنبع إنه دا حيحصل لكن بمجرب ما الجرس ضرب لا تمت السيطرة لا أو تمت الاستجابة إذن لما يكون فيه هذا الحرص بهذه المسئولية من الظلم ومن الافتراء أطلع أن أنا أقول كذب غير حقيقي غير أمين بالمرة أن أنا أقول لا دي جماهير الناس ما أبضاها دي جماهير مجلس الإدارة قال له مش تمو دي جماهير مش عارف مين قعد معهم فين وكلام غير مسئول بالمرة والحقيقة غير كده خلاص الصورة لا تجذب الصورة لا تجذب زي ما بيقول المهندس عادل لكنه نتمنى من جمهورنا وكل الجماهير ما يحرجش مجلسه أكثر بلاش تحرج لمجلس ولا تحرج نفسك ولا تخرج عن الإطار أنت بتشجع فرقتك شجع فرقتك رغم احتفل بفرقتك دعم لعبتك دوره عظيم جدا ومهم جدا ومش عشان حد يتلكك له بس بالمناسبة اللقاطات دي عن موقع المصر اليوم مش احنا عشان برضو ما ينتقلش ان احنا تدخلنا والعبنا وعملنا شوفوها على المصر اليوم فبالتالي هذه المسئولية اللي أنا بقول لكم عليها ده لوجو المصر اليوم الموقع اللي نائل هذه اللقاطات فلعل فلعلف ده اكبر توضيح على مدى مسئولية مجلس الإدارة ورفضه لأي خروج مش عشان سين ولا صد عشان هي دي الرياضة وعشان هي دي الأخلاق وعشان هو ده جمهور الالهل اللي المفروض يكون كده دايما اي حاجة بره هذا الإطار اعتبروه كلام خارج نطاق البرنامج اللي احنا مش معنيين ابدا بتناوله زي ما قلنا لكم في البداية لكن هذه المباراة بقى في الجزئية الفنية باشواندس التقلبات اللي فيها دراماتيكية غريبة لو ختا كل الفرق لغتا ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ده كل الفرق تأهلت وكل الفرق خرجت وكل فريق طلع الأول خلال التسعين ديه وكل فريق طلع الرابع خلال التسعين ديه بدأت المباراة المباراتين تلعبوا طبعا زي ما انتوا شفتوا في وقت واحد الأهل بيلعب مع شبيبة الثورة في استاد برج العرب سمب التنزاني بيلعب في ملعبه مع فيتا كلاب الكنغولي طيب الوضع كان عامل ازاي في البداية نتيجة صفر صفر في الملعبين وده معناه ايه انه شبيبة الثورة متأهل اول للمجموعة عنده تمن نقاط والأهل متأهل تاني معاه بالسبع نقاط لو فضلت ماشية المسألة لغاية الدياة 13 يعني لغاية الدياة 12 الأهل متأهل التاني وشبيبة الثورة متأهل اول والاتنين اللي هناك برا اللي حصل ايه في الدياة 13 فوجينا انه فيتا كلاب عملها وتقدم بهدف برا ارضه على سنبا بقى الاول عمل انقلاب نط بقى الاول بعشر نقاط وشبيبة الثورة مع تعالي بقى تسعة والأهل خرج الحسابات بتامن نقاط ومعه سنبا يعني الاهل وسنبا برا لغاية الدياة 13 من الدياة 13 للدياة 30 الاهل وسنبا برا اللي هم تأهلوا بعد كده والثورة وفيتا متأهلين في الدياة 30 مراوان محسن سجل الهدف الاول قلب الطاولة فبقى الثورة برا الاهل التصدر بعشر نقاط وياليه فيتا كلاب بنفس الرصيد يبقى شبيبة الثورة وسنبا اللي اتنين برا طيب تفضل كده لا من الدياة 30 للدياة 36 في الدياة 36 سنبا تعادل اول ما تعادل سنبا الاهل كان لسا متقدم 1 صفر اصبح الثورة رجع فضل الاهل في الصدر بالعشر نقاط وجون مراوان والثورة احتل المركز التاني بتامن نقاط بقى الاهل والثورة استمر الحال الاهل والثورة متأهلين ولعيبة الثورة مبسوطين انه رغم الهزيمة هم متأهلين لكن الدياة 90 بص بقى الحاجة اللي اتدايهم جدا اخر ثواني في المباراة الاهل طبعا عزز فوزه بتلاتة صفر فشبيبة الثورة رمى الفوطة بالنسبة لبرج العرب مش هيعمل حاجة وقال لك واش كده قال لك اتعشت اتعشت بقى اتعشت ان الناحية التانية متعدلين فخلاص والدياة 90 سمبا بيسجل هدف الفوز في الدياة 90 قلب التربز فالاهل يصعد الاول بعشرة وسمبا ييجي بدل ما كان الرابع ولما هدومه وكان روح خلاص يتقاهل التاني بعد الاهل وبعد شبيبة الثورة ما كان خلاص رضي انه متأهل تاني خرج ب8 نقاط اصبح الاهل عشرة سمبا تسعة الثورة 8 فيتا كلاب اللي كان عامل كل الدوشة دي الرابع ب7 نقاط هزه الدراما العجيبة والغريبة بدل على قوة المجموعة وتقاربها وتدي درس للاهلي لا يجب بأي حال من الأحوال تحط نفسك في الموقف ده اه اقجل حسمي للحظات اللي انا ما تمنهاش انت قلت في البداية شوف انا لا قلوم الاهلي غير على مطر رياح اه طبعا انا لا قلوم الاهلي الا على مبراه واحدة اللي هي سمبا انت كسبان خامسة ما تروحش تخسر هناك انت لو تعديلت جدخل ست انما هو سمبا بقى القدر دالو يكسب الاهلي ويكسب فيتا اه ايوم يا تاه مع هزا المستوى والأداء واللي الحقيقة لعبت الاهلي بقيت تسجل اجوان حلوة الجمال في الاهداف ايوه ممتعة كل الاجوان اللي جابها الاهلي السندي فيها متعة ملعوبة اه يعني تستمتع بالهدف وهو بيجي اذا في فرقة كرة بتنفس حاجة فيه كرة حلوة بتتلعب فيه عدد من الافراد قلتلكوا الدكة كانت عاملة ازاي والكنبة اللي برا كبان عليها مين ومين فماشاء الله عدد من اللعيبة المميزة اي حد منهم يشارك شفتوا مستوى الاداء بيعمل ازاي على المستوى الجمالي والمهاري لكن يحلم البعض انه يبدأ يقارن الفرقة اللي اتأهلت فألاقي موقع من المواقع اهل لا صارت غير مؤهل لأفريقيا رغم هذا التأهل كأول المجموعة ليه قالك الترجي هو اللي بيتربع على عرش القرة وانه الاحق او الاقدر او الاقرب للفوز باللقب طيب الترجي تأهل كأول مجموعته برافو بس كمان الاهل تأهل كأول مجموعته لا هو بصة استاذ افراهيم انا ضد مقارنة النتائج في المجموعة المختلفة على انه الظروف اختلفة الظروف مختلفة والقوة مختلفة يعني الترجي هو استند الى ايه ان الترجي كسب اربع مطشيات وتعادل مطشيات فعنده 14 بنت رقم كبير ايه ولم يتلقى هزيمة وان اللي قال لي ما استطاعش ان يفوز في اي مباراة خارج ارضه اه ادي استناده اللي حلل هذا الموضوع وهو يعني استند الى واقع ما مألفش يعني من دماغه لكن هو هذا الواقع لا يعكس الحقيقة رغم انه واقع لان القوة مختلفة في الفرق المختلفة اه فاعتقد ان بإذن الله الاهل قادر ومع تقدم الوقت ومزيد من الانسجام قادر هو اصلا الدفع هنا بايه انه الترجي كسب برا الارض والاهل ما كسبش برا الارض في حتة تلفوز برا الارض وهو الارض اولا المنافسين مختلفين ثانيا هو مرت اللي صارت مدام احنا بنتكلم على المدرب خاب مع الاهل من اول ما تولى المسؤولية ست مباريات افريقية بداية من دور المجموعات فاز في ثلاث مرشات في الداخل وتعادل مرة وخسر مرتين قادر ست مباريات اللي لعبهم الرجل طيب سمبا التنزاني يعني الاهل صعد اولا سمبا التنزاني اللي صعد التاني مع الاهل فاز على ملعبه ثلاث مباريات وماكسبش برا الارض الوداد فاز في مبارتين داخل الارض اللي هو احد احد اول مجموعته اول المجموعة الاولى فاز في مبارتين داخل ارضه ومباراة واحدة خارج ارضه لكنه تعادل على ملعبه في مباراة سانداونز المحتمل انه يواجه الاهلي في مجموعته الاولى فاز على ملعبه ثلاث مباريات وماكسبش برا خالص في المجموعة التانية الترجي حامل اللقب فاز في ثلاث مباريات على ملعبه ومباراة واحدة خارج الارض وهو اكثر الفرق فوزا في المجموعة فماكسبش النقاط في ملعبه فاز مرة واحدة برا حوريا كونكر احد الفرق التواني المحتمل انها تقع مع الاهلي فاز في مباراتين داخل ملعبه ومباراة واحدة خارج ملعبه لكنه تعادل في مباراة على ملعبه يعني اذا كان الاهلي خسر مباراتين برا فماكسبش نقاط في ملعبه لا هو شوف هو المقارنة بينك ومن الترجي هم لهمش دعب كل دول مازين بي فاز على ملعبه ثلاث مباريات وماكسبش برا شباب القسنطينة الجزائري فاز في مباراتين داخل ملعبه ومباراة خارج ملعبه طيب هو الفوس خارج الارض شفاعة يعني ميزة كبيرة قوي طيب لو هي كده الافريقي التونسي اللي كان في مجموعة الاسماعيلي وصاحب تاريخ كبير الافريقي الافريقي ما صعدش رغم النفاس خارج ملعبه مباراتين دي اللي غريبة فاز في ملعبه في مباراة واحدة واتنين برا وما شفعت لهش اذا بوضع عملي واضح جدا كل مجموعة لها ظروفها وكل مجموعة المنافسين اللي فيها مختلفين عن بقية المنافسين والظروف المناخية والظروف التنفسية في كل مجموعة مختلفة عن بقية المجموعات ما قدرشي الترجي لعب مع ناس هستند إلى المعيار بتاعه سيد جبراهيم ها هستند هو شفهم ركز على ان الترجي صاحب الحزوز الاجبر وعنده حق انه رشح ما هو حمل اللقب وماشي لم يتلقى اي هزيمة اربع فصرات وتعدلين وقال ان الترجي اسباب ترشيحه للترجي مستقر محتفظ بقوته وبقوامه ونجومه التيلة ها والمدرب والمدرب وانه بيتطور وانا معاه مية في المية ولكنه اغفل نقطة فيه شديدة الاهمية ان الاهلي ليس هو اهلي الموسم الماضي او الفطرة الماضية البلاش الموسم البطولة السابقة الفارق بين فريق الاهلي الان وفريق الاهلي منذ عدة اشهر لما لعب الترجي في النهائي اه فارق كبير في المباراتين طبعا فارق كبير فما نقدرش نعتمد على هذا المعيار في التقييم وفي نفس الوقت ما هيش مسألة يعني تزعجنا قوي وقفل يكون فانت بتقول الترجي وانا بنقول باذن الله احدا خلاص هنشتغل على كده طيب المحللين ازاي هذا الاداء الجميل اللي ابدع فيه الاهلي وحقق الفوز بتلت اهداف رائعة وهذا ثلاث نقاط غالية كيف رقاه بقى المحللون كابتن واق الجمعة في بي ان سبورت نشوف رأيه فيها مبروك طبعا النهاردة مهند للنادي الاهلي وجمهوره واللعبي والادارة النادي انتصار مستحق وواضح لان فيه ناس شككت الفترة اللي فاتت في امور كتير جدا نتيجة الهزيمة اللي حصلت للنادي الاهلي الفترة اللي فاتت انما فوز واضح وصريح ولا يحتاج الحمد لله النادي الاهلي لمساعدة من حد النهاردة اللاعبين ادوا اداء ممتاز واداء جيد جدا انتشار ممتاز محسناش بخطورة لفريق التسورة تماما كل اللاعبين ادوا بشكل مميز المدافعين ادوا دور ممتاز في حين التمركز ومنع فريق السورة من عمل خطورة على النادي الاهلي لعيبة نص الملعب ادت اداء جيد جدا المهاجمين تحركوا بشكل ممتاز بالنسبة لي مروان النهاردة من نجوم المباراة بعد علي معلول يعني التحرك وانتشار وتمركز وقرب للعبي بشكل متميز ومسندة للزملاء وفي اللي شفنا الهدف الاول هو اللي بدأ اللعبة وبعد كده الهدف التاني احرازه الى نصيب وخرج اداء ممتاز النهاردة وانتشار مستحق نادي الاهلي يعني اللي جاي صعب احنا ماشيين بشكل كويس جدا في البطورة الغالي دلوقتي على ارضنا ممتازين واداء مكنع وانتشار واضح على كل الفرق الصعوبة في الخارج ودي هترجع مع رجوع اصحاب الخبرة مهند عندنا تلت لعبين او اربع لعبين عندهم الشخصية وعندهم الخبرة وعندهم كل شيء يفيد النادي الاهلي في المباراة الخارجية فسام عشور احمد فتحي وليد سليمان واللاعب الضم السنادي ولاعب جيد ولكن الاصابة مش مساعدها حمد فتحي انا شايفه اضافة ممتازة حتى وليد ازارو اللي يعود للفورما ووليد طبعا في المنافسة مع مروان في رأس الحربة اضافة ممتازة ولاعب برضو عنده امكانيات الفريق محتاجها بشكل جيد باقي بعض الحاجات الصغيرة تتعدل في توظيف بعض اللاعبين في الملعب شغل الثاني يعني شغل المدرب اكيد المباريات اللي قدامنا دي هتبين له هتبين له اجايه ورمضان وتوظيفهم الصحيح والمكان المناسب ليهم ان انا لازلت غير مقتنع بان اجايه لعب كجناح اجايه خطرته دايما في التمنتاج راس حربة يعني مهم ولاعب عارف الطريق الجول بشكل كويس وبالعب اللمسة الوحدة على المرمى بشكل ممتاز اخيرا كابتن واي الجمعة رضي على الفريق اه وبيتكلم بسعادة وانطلاق ويعني اريحية عاجبه كل شيء اه ومركز على ان مروان محسن احد نجوم هذا اللقاء وانت بتؤيده في هذا الامر استاذ ابراهيم صحيح بقيده في ده جدا ومروان من اللعبة اللي لازم ان نقف عندها كتير بس كمان فيه لقطة او فيه جزئية في تفاصيل هذه المباراة اتمنى ان الناس توقف مع ضميارها شوية فيها مش معقولة ابدا الاهل كنادي مصري بيلعب مع فريق جزائري شقيق الاء الناس معانية على السوشيال ميديا وفي بعض المواقع وبعض البرامج انه تصدر قلق وتوتر للاهل مع حكم المباراة التونسي ويتقال ما قيل وبعد كده ألاقي حد بيبرر احنا ما بنقولش حاجة احنا بننقل عن موقع تونسي يا سيد الفاضل الاعلان فيه مسئولية تضامنية دي مسئولية انتقائية انت انتقيت الكلام ده من قناة التونسية ليه هتوجه فيها تفاصيل مش وقت الكلام فيها لكنه لما نيجي نتكى على دي قوي لاشعال فتيل تاني بين مصر والجزائر وبين الاهل واندية اخرى لازم ندرك مسئولياته شوية مع كل مطش دلوقتي بتلعب مع شمال افريقيا نفس الاشخاص مش هينفع السكوت اللي حصل في مطش الترجي وعدة مش هيتكرر تاني ولا نيسمح بيه مش معقولة كده وبعدين يتقال احنا بنعملش حاجة احنا نقلنا عن الموقع التونسي او على القناة التونسية اللي قالت طب ما هو يعني ما هو ده نقل الخطأ مخطئ برضو ما هي نفس الاشخاصية مش هاتبك اللي ما بنلعك صحيح مثل العبقري هو اتقال في تونس لسبب احنا لو في مكان هن او في مجال هنقول ايه طبيعة القناة التونسية اللي اورادت هذا الفيديو ومملكة المين وتوجهاتها ايه ومخططهم لازاحة الاهل ازاي كل ده كلام مفهوم ومعروف وفيه تفاصيل لكن هنا في مصر مش هيكون مقبول بالنسبة لنا ان جمهور الاهل يدخل على خط الازمة بين الزمالك بيواجه فريق جزائري فيبعت معلومات ويبعت تصريحات ويبعت كلام ضد الزمالك للمنافس التونسي او يوغر صدر حكم او يضغط على حكم او يضرب جواب او يزور جواب ويقول السوداء صدر مش عارف من مين ضد مين دي ممارسات مش هيتم السقوط عنها تاني وحيتم كشفها وفتحها لانه قبل ما تكون بتهز مسيرة فريق لا بتحرط جماهير وبتوقع ازمة كبيرة جدا بين جماهير دولتين كفاية اللي حصل في السابق ده كلام ما يصحش يحصل باي حال من الاحوال لكن لو عايزين تعرفوا قيمة الاهل بجد شوفوها عند الجهاز الفني للفريق التونسي الجزائري واتكلموا على الاهل ازاي بعد المباراة واحترامهم ليه اللعب النظيف مع الاهل كان عامل ازاي وجدارة الاهل بالفوز كانت عاملة ازاي وهنروح بعيد ليه ما نشوف المحلل الجزائري نفسه في القناة النقلة قناة بين سبورت الكابتن رفيق صايفي بعد المباراة وهو رجل جزائري كيف رأى فوز الاهل رفيق الاهل المصري الفرديات على افضل ما يرام الاهدافها التنوع بين فرديات ومهارات وبين اداء جماعي يملك الادوات يملك نجوم من الصف الاول في الكرة المصرية هل تعتقد وتتفق مع من يقول ان هذا الموسم اقرب التتويج لاهل المصر من اي موسم بعد الالفين وطلع لا خاصة من حيث نوعية اللاعبين يعني الاساسيين واللي موجودين على بنك الاحتياط بنفس القيمة تقريبا الاساسيين على ذلك الاحتياط وايضا اللاعبين اللي كانوا مصابين لو عندك يكتمل التعداد كله نقدر نقول لك ما بين المرشحين بنيل هذا اللقب هو الاهل المصري السن هذه صحيح يمتلك لاعبين من طراز هالي عندك نوعية اللاعبين تقدر تلعب بطريقة مختلفة تقدر تلعب ثلاث مهاجمين تقدر تلعب مهاجمين تقدر تلعب صانع ألعاب يعني حتى اللاعبين الموجودين في بعض الأحيان فيه مدربين يشتكون من التعداد البشري هنا اليوم في الاهلي وهذا الفريق يعني الاهلي عندهم للتعداد البشري من حيث يعني طريقة اللعب وحتى اختيار طريقة اللعب على اللاعبين المدرب شجع يعني حسن الشحات أغلى صفقة في الفريق صح كابتل ويل؟ أغلى هل يبينك لحطيات؟ المدرب شجع شحات ولا سليمان عودة سليمان ولا حتى ناصر ماهر وحسام عاشور أحمد فتحي عدت يعني أزارو لاعبين يعني يقدروا يلعبوا يعني بثلت مهاجمين متل ما قتلت تقدر تلعب بلاعبين ثنين تقدر تلعب الأربعة ثنين ثلاثة واحد أربعة ثلاثة ثلاثة بالمعين على مهاجمين وصانع ألعاب يعني عندك نوعيته وهذا الانسجام ولكن النقطة اللي كلهم يتكلم لو يتحدث عليها يعني في الآوينة الآخرة الأهلي ما يفوز خارج ديار هذه المشكلة للنقصة هذا ما يصار في المجموعة؟ صحيح المجموعة صحيح لعبين لدول خبرة يقدروا يعني يصنعوا الفارق خارج ديار ولهذا داخل ملابه الأهلي صحيح يعني تفوز عليها على أرضية منعبه ولكن خارج ديار هذه مع مرور يعني المباريات مع عودة بعض اللاعبين الأساسيين أو اللي كانوا مصابين يعطوك يعني الفارق خارج دياره ولكن مثل ما قلت لك يبقى الأهلي مرشح ما بين الفرق اللي ممكن تفوز بالكاس هذا المصاب موسيقى الأهلي هو أحد الفرق المرشحة بقوه ويملك كل الإمكانات التي تسمح له بالفوز بهذه البطولة وأنه نجوم وعد السطر ديارة إبراهيم في كفاءات ومفاتهمش يصير كلم على أحمد فتحي وقال لك أحمد فتحي ووليد سلمان لما يرجعوا تدعيم قوي جدا ومفاتوش أه طبعا تحدث على الدكة ومفاتوش إنه يلمس على الكابتن حسين الشحات وهنا النقطة يا جماعة موضوع سأنسوا المبالغ المدفوعة دي كل حاجة ليها ظرفها لكن الكابتن حسين الشحات ده بص الجني اللي جابه يؤكد على النمو إنه النموذج الأخرب للكابتن محمد بركات نفس الطريقة يقطم يحطها في البعيدة فهو وبرضو فيه من وليد سليمان دي طريقة أداء يعني الفريق بيستعيد عفيته والفريق بيستعيد زخمه الهجومي وقال إن كل الإجوان ملعوبة وكل الإجوان فيها جمعية وفيها متعة فطبعا الكلام يعني ده من يعني بيرد يمكن على الفقرة بتاعة الأهلي غير مرشح للبطولة للموقع ذكرها الموزيع التونسي والمحل الجزائري وشوفنا قد إيه جدارة الأهلي وترشحهم للأهلي بهذا التميز ورغم هذا شكرا للي رشح وشكرا للمرشحش الإجابة عند العيب الأهلي وجهزه الفاني بإذن الله كابتن ساد عبد الحفيز بقى عايزين نعرف عندما تحدث إلى صد البلد قال إيه؟ مهمة وقوات بصراحة ونفس بقيت يعني في المباراة ما فيهاش تعويض خلاص يعني يمكن مباراة المجموعات أو كل مباراة المجموعات ممكن يبقى فيها عندك متاح أن يبقى فيه عملية تعويض في المباراة اللي بعد كده إنها أجمع بالدوري لكن دي مباراة ختمية يعني الفرق الأربعة اللي كانت موجودة سواء الأهلي أو شامس الضوارة أو بيتا أو حتى سينبا كلهم كان عندهم قرص للتأهل نظبوط بالتالي كانت مباراة مهمة جدا يعني كمان أنا بحيط للعيب لأن درجة التركيزة كانت عليها من البداية لحد النهاية التعامل المعلقة كانت في منتهى الأهمية والاحترام والتأدير للفرقة رغم أن هي فرقة كانت من بعيد جدا عن المصال الإسريخي لم تكن موجودة في مناسبات الإسرقية بل كده كتير يعني لكن قدت مرضوط كويس أول حياة في المنموات قدرت أنها تتفوق على سينبا وتتفوق على بيتا حتى المتبع الأقصائم بعد ذلك كانت تعدد بره وكسبت على الأرضها فكان مهم جدا أنها تتعامل معها باحترام شديد موسيقى 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 Athena موسيقى هذا موسيقى في الليلة دي بقى أن يستطيع الأهل أن يتجاوز كل هذا الأمر ومقول الأهل باتكلم عن الفرقة الفرقة واضح جدا أن فيه نجاح في عزلها عن هذا المناخ واضح جدا سلامة شخصية معظم اللعيبة والنجوم لأن إدارة هذه المجموعة من النجوم أستاذ إبراهيم من أصعب ما يمكن صحيح فده اللي لافت نظري وده اللي مخليني يعني شوية متطمن أن هذا جيل هو الجيل الأقرب إلى استعادة بين الله الفطرة الزهبية بتاعت من 2005 وانت طالع الحقيقة المجموعة دي ده أنت عندك خمسة ستة منهم تحت السن وفي المتخب اللونبي يعني أيه ده بإذن الله بإذن الله لا غير بوادر مستقبل غير بإذن الله المعارين برا اللي فيهم دوليين دلوقتي كذا الدوليين الدولي المصاب اللي لما يرجع بإذن الله يكون إضافة والدول المعار اللي لما يرجع بإذن الله يكون إضافة اللي أنت ethnic التخطيط لبناء كرة القدم من خلال السنتين الماضيين الحقيقة بيقتي السمارة بشكل رائع والناس اللي كانت مندهش هاوي ان انت عمال بتجيب في لعبة صغيرة وتحت السنة ويقول لك وانتوا الناسين وانتوا اي حتى لا اهو هو ده اللي كنا نقصوده انك ما تتحطش تاني في تحت ظرف حد يديك لعيب او ما يديكش لعيب انا قلنا ساعة اخلاص الخطيب خدي على سيدره فبتبقى جون خلاص لا يعني التصور اللي الناس مش قادرة تدركوا انك لما تكون مسؤول صحيح فيها حسابات انت مش شايف صحيح كانت قبل هذه المباراة الحقيقة الجزئية اللي ازعجت الجمهور او اخلاقته حرص المرمى وعلي لطف اللي حيلعب والشنو مش حيلعب والفريق بدو رمضان صباح ماذا لو اصيب ورمضان صبح بيتمرن على حرص المرمى لانه ممكن يكون الحرص البديل لو لقدر الله كان اصيب علىه لطفي والناس بدأت تتكلم على انه ممكن لعيبة الثورة الجزائري يتعمدوا اصابة عالي لطفي لما يكونوا متأكدين انه ماليوش بديل الناس فعلا كانت قلقانة جدا على عارين الاهل في هذه المباراة واذا بالشناوي يقلب كل هذه المخاوف والتوقعات ويلعب اساسي ايه اللي حصل؟ نشوف الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس في صدر البلد موسيقى وكان راغي كتير قاوي في السوشيال ميديا والاعلان بشكل عام ورمضان صبح هيبقى احتياطي ولا امش عارف احمد فاتحي لا امش عارف مين ولكن احنا كنا مركزين فان احنا نحاول ان احنا على الان بنا نقدر ما بدي اتكلمش خالص بنيتشاغل وطبعا الجهاز الطب كان له دور كبير جدا جدا صراحة كان الدكتور خالد مع طبعا طاقم الطب كله يعني الدكتور عبد ميجيد والدكتور نبيل كان له دور كبير جدا في النشناوي ومتوابط النهار ده في الجمهورة وكمان دور الاكبر طبعا للشناوي نفسه يعني عزمته بيراته ان الولد فعلا يعني كان صحب عبدوهر بيعمل علاج جاعة ليه؟ والحمد لله ونزل معايا اول مبارح نزل معايا تامرين بس نزل معايا انا بس تامرين خفيف كده مبارح نزل تامرين اه باع الفرقة ونزل معايا خدنا شغل كتير وخدنا كورسطادة وخدنا قرارات عرضية كتير وخدنا شوتينج دوية مختلفة وكان الدورانات اللي دايما دوران دي بتبقى باينة او انه يعني يعني هل في بقى حاجة فانت بالدولة فالحمد لله بشكل عام طبعا اه اه كل الاستمرارات اتعاملت وطبعا معاكيد طبعا رأي الجهاز الصدي كان لوسه كبير جدا في الشناوي الشارك والولد نفسه بقى كمان كان حابب انه يشارك جديته يعني هوق اه طبعا اكيد يعني من امبارح كنت متأكد خلاص ان الشناوي يكون جاهز ولا استنيت للنهار دا الى حد كتير يعني امبارح تأكدنا بنسبة مثلا ايه تتعدى سبعين ثمانية في المائل تمام النهار دا بعد التطار اه يعني كان خلاص يعني المذكار التاخذ متاز وقعدنا مع الولد والولد كان عنده رغبة الرغبة طلبة الرغبة موجودة وبلد دايمان الانكر ريكل دا اوقات ممكن يبقى فيه ورم وستقدر تلعب عليه ايه حصل مع سعدي سمير وحصل مع لعبة كتير حصل مع عبو تريكل يبقى كده كتير امم فاللعبة كتير بتبقى الانكر ريكل فيه بقى فيه ورم ويقدر يلعب ويقدر تمام فالحمد الله يعني طبعا رغبة اللعب موجودة دايمان هي اللي بتحسب ايه طبعا الرأي الطب طبعا بيبقى مهم مزبوط انما عايز ااكد تاني على الدكتور خالد اه والدكتور عبد المجيد والدكتور نبيل اه طاقم الطب كله في النادي امم فالله دور كبير جدا 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 في خلال اسبوع عشان هو متوجد في امارات النهار تمام وده لا يقلل ابدا من عالو لطف اكيد موسيقى عايز اتحدث في نقطة هو كان سليم ولا مصاب فضل الاصابات انواع استاذ ابراهيم يعني وفي شكل عام بيتقالك ما تلعبش ما تلعبش لعيب عنده اصابة مهما كانت درجتها عشان ما تتفقمش ولكن هناك نوع من الاصابات هي اصابات مؤلمة ولكنها مش اصابات تتفاقم وانا يعني حتى اما كنت بسافر مع فرقة كرة اليد كتيرة كان بيحصل هذا النوع من الاصابات الاصابات اللي تخاف تلعب عليها الاصابات العضلية طبعا دي اللي لو لعبت عليها وتفاقمت ممكن تأذيك انما الكادمات مثلا واحد مصاب عنده كادمة مشكلته في تحمل هو للألم لكن هي ما تتفقمش ولا تحول دينه انه يلعب فهذا يعني عايز اوضحه بس عشان يعني ده اللي اكده الحمد لله انا يعني ما كنتش حول هذا كلام إلا لما اكده كمان كابتن طارق سلمان لان اتقل اوه مصاب وطب ويلعب ليه فلما بتبقى فيه ظروف استثنائية تتحامل على البطحة او الكادمة او الورم الخفيف اللي عندك وتلعب علشان اه ما فيهاش ريسك اه وما فيهاش وفي نفس الوقت هي متعلقة بشخصيتك انت تتحملها ولا ما تتحملهاش طيب المحللين يشهدوا بالأهل امر طبيعي طيب المنافس الجزائري اللي بيلعب ضد الاهلي واللي الاهلي فاز عليه واخرجه من البطولة فريق شبيبة الثورة الجزائري ليه كل التحية والتأدير الحقيقة حتى كابتن محمد يوسف بعد المباراة شفته كان حريص جدا على انه يهني كريم زاوي كلهم كانوا فيه تصريحات راقية ساذ ابراهيم بزبط قبل وبعد المباراة على اشهدته بهذا الفريق المكافح حتى اللحظات الاخيرة لغاية الثانية الاخيرة كان هو متأهل مع الاهلي لكن بعد هذه الصدمة والخروج من البطولة اللي كان متأهل اول مجموعاتها نشوف كريم الزاوي المدير الفني لشبيبة الثورة بعد المباراة شاف الاهل ازاي اول حاجة نهني الفريق الاهلي على التأهل الهدو ان شاء الله يمشي بعيد في الهدو المنافسة احنا فرحانين باللعبين تعناه بالمصار اللي يداروه في طيلة ست مباريات وترأسنا على المجموعات رأس المجموعات كانت عندنا لنا خطوة واحدة للتأهل ما ساعدناش الحظ اليوم ما مع فريق قوي جدا ولعبين ذوي مستوى تقني عالي جدا محسن ومعلول ومحمد هاني لعبين في المستوى الكل ما يكذبش على نفسه فريق قوي احنا كنا حابين نمتص حرارة فريق الاهلي في الشوط الأول دلنا غلطتين سمحت للفريق الاهلي بس سجل علينا خاصة الهدف التاني كانت كورا عندنا كانت في وقت بدل ضايع كنا قادرين نجنبوا هذلك الهدف باش ندخلوا لغرف الملابس كنا نعطيهم أكثر باش نصلحوا واش ما مشاش في الشوط الأول وشوط الثاني أعطيناهم أكثر حرية تكلمنا معهم خليناهم يلعبوا بدون ضغط ونعبنا كورا كانت جيدة واستحوذنا على الكورا كان مساعدنا سلحة باش نسجلوا وكنا أقرب للتأهل وهذا شيء مكتوب الله مرتاحين شرفنا الكورا الجزائرية وفريق شبيبة الصورة أصبح من أحسن فريق في أفريقيا وهذا شيء جميل جدا كلام موزون والحقيقة أنا كنت متعاطف معهم جدا النجلي لحد يديع تسع عين متأهلة أنت مدرك الشعور ده وده خطورة أن مصيرك ما يبقاش في إيدك وده اللي بتخاف منه فتمنى ده تمنى بيستمر الأهل يبقى مصيره في إيده بدري في إيدك يعني أنت لعبت برضو مصيرك في إيدك يعني أنك أنت لن تكسب تكسب تسعد أول يعني ما تسنتش نتاج الأخرين خلاص كسبت ما تستني حد هم بقى يعيني دخلين أول وبعدين ديئة تسعين مؤهلين والراجل الراجل بيقولك طبعا هو يشير أنه فريق حديث وأنه هو فريق خبرات وقليلة ولكن بيحقق نتائج هيلة خلال السنتين الماضيتين نتمنى لهم التوفيق بإذن الله طيب المباراة طبعا وتأهل الأهل والأداء الممتع من المؤكد أنه بيشد ليه كل الإعلاميين حتى منهم نجوم التكشو ومنهم الأستاذ أحمد موسى في صدر بلد نشوف كيف أعبر عن فوز وتأهل اللاوي شفت النهاردة الأهلي من فترة طويلة قوي ما شفتش الأهلي كده النهاردة ما كانش عندنا بديل ولا اختيار إلا أن احنا نفوز عشان أول مجموعة ونصعد لربع النهائي المجموعة معقدة فالأهلي داخل الرجالة بصراحة بحييهم أهلي النهاردة يرجع الأهلي كرة الروح فريق البطولة الروح البطولة البطولة بتاعتنا اللي احنا بنحبها اللي احنا الأكثر في أفريقيا الأبطال هذه البطولة جايين نفوز من فعش النهاردة في برج العرب وأمام الآلاف اللي موجودين في الاستاذ اللي بيشجعوا من الصبح موجودين وكابتن خطيب طبعا ومجلس الدارة النادي الأهلي والمالين بيتابعوا فعش النهاردة نخرج لا رايحين نفوز فده فريق البطولة ده الفريق البطل تعتمد على البطل النهاردة كلهم يعني من غير ما أقول أسماء مروان محسن النهاردة يعني احسن الشحات ضيع هدف ولكن جاب جون مزيكة جون الشحات كمان التالت ده مزيكة رمضان صبحي خد واحد اتنين كده مزيكة والشحات خد مزيكة وعلى الأرض عارف اللي هو إيه حضرتك قالك خلاه نظف النجيلة نظف النجيلة المدافع الجزائري مع احترامنا عشقان الجزائر انه قلهم يعني قدته مطشة هايل وكده ولكن هو ده الاهلي في الآخر يعني ولكن خلاه نظف النجيلة الملعب حسن الشحات الأول رمضان ثم الشحات وقبلها رمضان صبح ده معلم رمضان خد لعيب الجزائر في 3 سنتي وين كده رايح جاي نايمه على الأرض عادة منه فيه راح فيه يلا يا شحات شحات رقص حط في الجن ثلاث أهداف النهاردة أهل النهاردة بطل صراحة يعني أهل النهاردة أيوه يرجع الأهلي يرجع الأهلي عشان التسعة أهل النهاردة يبحث عن التسعة التسعة يا أهلي يستحق الأهلي طبعا سعادة بلغة لكن أنا بمناسبة أن أذكر الجن اللي جابه رمضان صبحي كنت أتمنى أن أحتسب هذا ها رمضان صبحي الجن اللي تلاقي هذا كان حيبقى واحد من الأهداف التاريخية الجن ده جابوا من على خط الكورمة بنفس الطريقة في كاس العالم المغرب كانت قدام مين؟ كان عندهم العيد طويل كنت أجيبوا النادي الأهلي أحمد بهجة أحمد بهجة جاب جن ده بتاع رمضان صبحي سبتنا في تونس أنت في سبعة وتسعين وروحت له المغرب وروحت له أهو كنت أحجيب جاب هذا الهدف في كاس العالم بس كان جن رمضان أصعب لأن عدد المدفعي اللي حوالي رمضان كان أكبر لكن خناه الحظ في 2-3 سنتي كرة يعني خرجت برا الملعب ألغت واحد من الأهداف اللي كان حيبقى هدف تاريخي يعني فده هدف لكن عايزة أقول حاجة أستاذ إبراهيم وأنا ما بخافش على الأهلي قوي غير من المطشط السهلة لكن عندما يلعب تحت ضغط والفرصة الأخيرة والفرصة الوحيدة والمتاع ده بيتنطلق جواه طاقات لأنه عنده الإمكانات يعني أنا همني أن أحس أشعر الفريق عنده قدرة استنفار الهمة هو الضغط اللي بيستنفاره عادينا الخبرة بقى تخلينا إيه ما نستناش نبقى مضغوطين إن شاء الله أداء الأهل الممتع الجميل بعيدا عن أن البعض يمكن إحنا كنا أوردنا تقرير لموقع كورة 11 وموقع كورة 11 اللي كان أورد المقارنة بين الأهل والترجي وشاف أن الترجي الأحق والأجدر مش موقع كورة لأنه يمكن تحط اللوجو بتاع موقع كورة فلا الأمانة تقتضل إن نقول إنه ده كان نقلا عن موقع كورة 11 إنما يبقى الرأي للجميع إنه كله يرشح من يراه طب حاني حتحوت في رؤيته لهذه المباراة رشح مين نجم المباراة بشكل استثنائي كله قال مروان والناس قالت رمضان وناس قالت نصر ماهل بس فيه واحد ممكن يكون في نفس قوة وبرعة كل دول نشوف هنا هتحوت علي معلوم حياء انطلاقات وذكاء وحنكة لاعب قاري الملعب صح وعارف إمتى هيزيد بالكورة وإمتى هيزيد من غير كورة عشان تجيله الكورة فيعمل هجمة مختلفة أحسن لاعب في الأهلي النهاردة وفي الفترة الأخيرة صحيح أحياناً بيغلط دفاعياً وإحنا أحياناً بنلوم ودفاعياً ولومناه قبل كده لكن هي كلمة صحة قالها وقل الجمعة النهاردة هو بيحلل المطش قال إحنا محظوظين إن الأهلي عنده معلول هو كأهلاوي يعني وقل الجمعة شاف إن الأهلي محظوظ إن عنده علي معلول وعلى ذكر علي معلول إحنا كل ما هنشوف مطشد الأهلي وللزمالك هنشكر تونس تونس اللي جايب لنا معلول في الأحمر والعبقري ساسي في الأبيض فشكراً لتونس وقبلها مبروك للأهلي التأهل عن استحقاق وجدارة إلى الدور ربع النهائي من دور أبطال إفريقيا معلول وده بيحطنا في فكرة هم المحترفين عاملين إيه في الدور المصري؟ مفيش فطرة فيها نجاح للمحترفين زي الفطرة اللي احنا فيها دي بوضوح كامل هم أهم لعبة موجودين في الدور السنة دي المحترفين اللي موجودين مع فرقهم عاملين فارق حقيقي يعني صحيح ولكن مش معنى كده إنك لا انت بوص فرقة الأهلي معلول هايل لكن رمضان هايل لكن مروان هايل لكن أجايه هايل لكن ناصر مهر بيتقدم بشكل هايل لكن محمد هاني إيه ده لكن حسين الشاحات بقى أجايه بشكل هايل الجون اللي جابه فعلاً الجون بيقول عنده قدرات لعب تقيل جداً 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 بالوصف التفصيلي لفوز الأهلي وأشاد بأداء لعبة الأهلي ووصفوا بأنه أداء فعلاً كان يرقى إلى المستوى الرائع جداً وعدد نجوم المباراة وكان من منذ منهم مروان محسن اللي محتاج كلام كتير جداً لكن كمان الأستاذة ميرفاة حسنين في الأهرام أيضاً قالت لم يخلجني الشك عنوان مقالتها كان روح الفنيلة الخامرة وقالت لم يخلجني الشك لحظة واحدة في أن فريق الكرب الأهلي سوف يستعيد عفيته ويعود أقوى مما كان وأشادت كتير وقالت ولدي يقين إن شاء الله بأن الأهلي سيواصل تفوقه الأفريقي والمحلي وأن الفترة المقبلة ستكون ميلاد جديد لفريق كبير لا يعرف اليأس مثل النادي الأهلي مقالات كتيرة أشادت بهذا الأداء الرائع جداً لكن كمان السوشيال ميديا احتفت واحتفلت بفرحة غامرة جداً وكلام كتير عن فوز الأهلي وقبل الفوز هذه الأهداف الثلاثة الرائعة جداً والممتعة نشوف في هذا التقرير الصوتي كيف رأت جروبات الأهلي المختلفة هذا الفوز الرائع أنا الأهلي ومن أدي أنا الإرادة والتحدي هويتي أفوت في الصعب ودوس المخاطر وعدي هكذا زأر الأسد الأهلوي في ربوع القارة السمراء بفوز ثلاثي ساحق على شبيبة السورة الجزائري ليعبر إلى دور الثمانية من باب الصدارة كعادته وهكذا تستقبل جماهير السوشيال ميديا لانتصار بروح الفرح والمرح والفخار يبدأ التفاعل من جروب معاً لرفعة الأهلي والله وعملوها الرجالة يأتي الشكر من جروب حلم الأهلوية الحمد لله شكراً للعبين وللمدرب ومن جروب أولتراس أهلاوي تأتي نبرة الثقة صعبتوها على نفسكم لكن قدرتم تكونوا الأول زي ما عودتونا ويشيع المرح في جروب أهلاوي وأفتخر بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة التأهل والصدار بالتلاتة فيما يأتي الفخر من جروب مع الأهلي دائماً وأبداً لو لم أكن أهلاوياً لو وددت أن أكون أهلاوياً الحمد لله على نعمة الأهلي على الرغم من أن معلول لم يسجل لكنه بحس الجماهير الواعية ينال نصيباً من الثناء فيكتب جروب نادي القيم والمبادئ بخف الظل المفروض نتعامل مع معلول زي كساتي النيش يخرج للضيوف المهمين ويتواصل العزف مع جروب جماهير عائلة الأهلي معلول دائماً عنده الحلول من جروب أشاق الأهلي يا علول خد قلبي ووزعه على كل اللاعبين أما مروان محسن فإنال نصيبه أيضاً مع معلول من جروب أعين على الأهلي مسكين اللي ما عندوه شعلول ومارو ويدندن النقد الرياضي على أعزة مروان 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 والله بعود يا مروان يأتي الانصاف للأرجواني لسارتي من الدكتور محمد العدل من هجم لسارتي بعد المباراة الماضية عليه الاعتذار مبروك ومن منتدى الأهلاوي الواعي انصاف آخر لسارتي يستنسخ من رمضان الماجيكو تريكا ومن ندفد الكابتان غالي الله عليك يا أهلي أما الروعة فجاءت بين كلمات الكاتب الصحفي الكبير حامد عز الدين الأهلي كبير القوم في القرة السمراء وما كتباه المهندس خالد مرتقي عمري ما حب غير الأهلي ولا في غير يفرحني وأخيرا يختم أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق جولتنا على فيسبوك الحمد لله على تأهلنا ويا رب اللي جاي خير نعرّج سريعا على تويتر لنرصد فرحة المشاهير الأهلاوية محمد بركات مبروك التأهل مباراة كبيرة أداء ونتيجة شريف عبد الفضيل مبروك للكبير الأهلي أحمد عادل عبد المنعم مبروك الفوز والصعود مبروك لللاعبين الرجالة إلى مشاهير الفن والإعلام والتحليل كتب الكابتن محسن صالح بقيت رتوش وتكتمل صورة الأهل الزاهية وكتب المحلل الكروي خالد بيومي الأهلي رجع لمكانه الطبيعي الأول مبروك التأهل من عالم نجوم الكرة والتحليل إلى عالم الفن كتبت ندا بسيوني الحمد لله على التأهل المستحيل ليس أهلاوي وكتب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي نقول مبروك للأهلي ومبروك تانية للشحات وديما أفراح يا أهلي يعني ما أحلى المكسب أستاذ إبراهيم صحيح يعني بيخلي الناس كلها حتى في المود اللي تقول كلام حلو وتطلع إبداعات وتعيش هو الرياضة حلوتة في كده مش حلوتة في التلقيح والتنبيط وإن شاء الله يوم الأربع سبع مساء في أحد فنادق القاهرة هتجرى أرعة دور التمانية للبطولتين دور الأبطال والكونفدرالية أنتوا عارفين ما انتهت إليه منافسات دور الأبطال صعد من المجموعة الأولى الوداد المغربي وسانداونز الجنوب أفريقي التانية كانت تراجي وحورية كونكر الغيني التالتة مازنبي وشباب قسانطينة الجزائري الأهلي وسنبا في المجموعة الرابعة الأهلي حينتظر مواجهة واحدة من الثلاثة شباب قسانطينة حورية الغيني سانداونز الجنوب أفريقي مباريات الدور الجديدة على طول مباراتين ذهاب وإياب 5 إبريل و12 إبريل يعني ما فيش وقت في إبريل هتخلص الدور التمانية ودور قبل النهائي كمان وفي مايو تنتهي أو تختتم البطولة عشان كده الاتحاد الكرة يمكن لجنة المسابقات كانت حطى مباراة للأهل مع الاتحاد السكندري بعد مباراة القمة على طول أعتقد 2 أو 3 إبريل مباراة الأهل الأولى ممكن هتبقى فيها سفر المباراة الأولى في الخارج فبالتالي مؤكد أن عام الحسين هيكون عنده اضطرار أنه يعدل الجدول في ضوء التآهل لأنه لما بيحط الجدول ما بيبقاش عنده موعيد البطولة الأفريقية أو الفريق ده هيتآهل أو لن يتآهل فإذا حدث تعديل فيكون ده بسبب هذا التعارض الواضح 5 إبريل مباراة في الخارج 12 إبريل مباراة العودة بينهما سيكون هناك تعديل يعني بالتعديل ده انتهى وقتنا ودمتم دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله سواء الخير شكرا شكرا